ولهذا أحيانا بعض الناس قد يستكثر من العلوم والحفظ والمذاكرة لكن تفقده خاصة في صلاة الفجر تفقده كثيرا إذا كانت الفريضة العظيمة التي أعظم أركان الإسلام بعد السهادتين وأول ما يسأل عنه يوم القيامة أول ما يسأل عنه الصلاة إذا كان مضيعا لها هذه الفريضة أين أثر العلم؟ يفتقد في صلاة الفجر والصحابة رضي الله عنهم كما جاء عن ابن مسعود كانوا إذا افتقدوا الرجل في صلاة الفجر اتهموه بالنفاق أثكل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء وفي زماننا هذا زمن السهر بالليل كثيرا ما تضيع صلاة الفجر وكثيرا ما يفرط فيها وربما بعضهم يسهر الليل في مناقشات علمية في بعض المسائل أو في بعض الموضوعات ثم ينام عن صلاة الفجر لو كان يسهر بالليل على القرآن حفظا له وقراءة له إذا كان على حساب صلاة الفجر فإن سهره محرم ولا يحل له ويأثم على ذلك السهر وأكثر صلاة تضيع في هذا الزمان هي أفضل الصلوات على الإطلاق أتدرون ما هي جاء في الحديث وقد حسنها الألباني رحمه الله في بعض كتبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلوات صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة حسنا الألباني بهذا اللفظ وصلاة الجمعة في جماعة هي أكثر صلاة تضيع الآن وليسأل عن هذا أئمة المساجد لأن ليلة الجمعة ليلة إجازة ليلة سهر يسهر الناس إلى وقت متأخر ثم ينامون في وقت متأخر من الليل وينامون عن هذه الصلاة والجيد منهم يأتي لهذه الصلاة متأخرا كسلانا يأتي ورأسه مثقل بالنوم متعب فلا يؤدي هذه الصلاة كما ينبغي وإذا كان يعلم من إمام مسجده أنه يقرأ في ذلك اليوم السجدة وهل أتى فإنه لا يأتي إذا كان يواضب إلا في نهاية الركعة الثانية أين ثمرة العلم إذا كان المقام والخطب يتعلق بفريضة هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة ومن ضيعها كان لما سواها أضيع يتعلق